يعني بدء زي بدء كده خلينا ندخل في الموضوع بشكل مباشر لأنه طبعا يعني تخصص حضراتكم الدقيق والمهم جدا له يعني أبعاد كتير قوي مترامية فإحنا اخترنا النهاردة على الأقل أن احنا نغطي جانب معين يمكن محدش تكلم فيه أو يمكن الكلام فيه قليل قوي السؤال هل فعلا صغار السن يعني أمراض القلب أصبحت تصيب صغار السن بالنسب أكبر من المعتاد مثلا مقارنة بعشرين سنة فاتت أو خمستاشر سنة فاتت الحقيقة دكتور محمد كلم حقيقة مظبوط في الأول كان المعروف أن أمراض القلب بتيجي في السن الكبير والتدخلات بتاعتنا سواء الأسطرة أو تركيب الدعمات أو أجهزة منظمات ضربات القلب أو عمليات القلب المفتوح كانت بتتمي في السن الكبير وكان السن الصغير مش هقول مستبعد تماما بس نسب التعرض لها كتأقل لكن الحقيقة الموضوع فعلا في تزايد مستمر نتيجة لكذا عامل ونتيجة لوجود مشاكل ظهرت في السن الصغير قدت لحدوث وظهور مشاكل القلب تباعا لها في هذا السن برضه طيب أكيد بقى العوامل إحنا عايزين بقى نعرف العوامل وإيه الأسباب اللي خلت الموضوع ده يظهر في السن الصغير طيب يبقى الأول حقيقة إحنا لازم نقسم أو نعرف إيه هي أمراض القلب اللي ممكن تصيب السن الصغير الحقيقة أولها طبعا أمراض الضغط مرض الضغط كان بيجي في السن الكبير نتيجة لتصلب الشريين وخلافه دلوقتي لا بقى ممكن يكون في حد في التلاتينات أو يمكن في أواخر العشرينات لأن ضغطه مرتفع الأول لازم نشخص أنه هو مريض ضغط مرتفع مش مجرد حاجة عرضية لأن ضغطه ارتفع في وقت معين وخلاص وبيكون لها أسباب كتيرة ممكن يكون نتيجة الاسترس نتيجة للأكل اللي مش مظبوط للأسف نتيجة للتدخين اللي في السن مبكر فخلى المشاكل تظهر في سن بدري وبالتالي بقى المريض بقى عنده ضغط في سن صغير برضو أمراض الشريين للأسف يعني كانت في السن الكبير وسواء العلاج اللي هو إما علاج دوائي عن طريق الأدوية والأسبرين وموسعات الشريين وأدوية الكوليسترول لا برضو بقت في السن الصغير نتيجة برضو أنه في ضغط وده من عوام المؤسرة في حدوث قصور الشريين التاجية السكر في السن البدري التدخين في عمل وراسي بيكون موجود يعني يلاقي إن الشاب من ده عنده أكتر من فردم العيلة عندهم مشاكل في الألب فبيكون في استعداد جيني لهذا الموضوع الأكل اللي مش سليم الجو اللي مش سليم الضغطات الحياة كل ده أثر في حدوث قصور الشريين التاجية في السن الصغير وبالتالي بقى في تدخلات مننا في هذا السن في برضو الشباب اللي بنلاقيهم يعني زي لعبة الكورة زي اللي بلعبوا رياضة زي اللي في الأندية الرياضية والجيم وهكذا بنلاقي مرة واحدة أنه واحد أغمى عليه واحد للأسف قلبه توقف واحد حصل كذا ده برضو بيكون لها أسباب تاني خالص اسمها اختلال واعتلال في كهربة القلب وده بقى موجود في السن الصغير بشكل أكبر من كده شوي أكتر من السابق يعني ما بيبقاش في حاجة محددة عند الشباب دول لكن يعني ممكن تلاقي حاليك واحد وفيريفت واحد كويس جدا وصحته كويسة جدا بالتالي نهو بلعب رياضة لكن بيكون عنده حاجات مستخبية في قلبه في كهربة القلب وعدم انتظامها تظهر مع المجهود تظهر مع المجهود